تأملوا معي أعزائي تأملوا معي هذه الصورة واللوحة الفنية الجميلة فالألوان إذا نظرنا إلى هذه اللوحة فالألوان تختلف الأشكال تختلف البنية الهندسية تختلف داخل هذه الصورة داخل هذه اللوحة بزربية إلى غير ذلك هذه اللوحة الأشكال تختلف لكن في الأخير تعطينا لوحة فنية جميلة بمعنى أن هذه الصورة يمكننا تشبيهها بالحضارة الإنسانية الكونية فالحضارة الإنسانية شبيهها بهذه اللوحة فالحضارة الإنسانية أيضا تقوم على الاختلاف والتنوع فالتنوع والاختلاف أعزائي عزيزتي تلميذات والتلاميذ بين القيم الإنسانية الكونية التي تؤسس للتعايش والتسامح بين الأفراد ومختلف المجتمعات والثقافات يعني هذه القيم أو هذا التنوع والاختلاف هو الذي يدفعنا إلى التفكير في بناء ما يسميه هوري بيركسون الواجب الكوني واجبنا تجاه العاخر المختلف عننا في الثقافة في الدين في اللغة لا ينبغي إقصاء هذا الآخر المختلف بل ينبغي أن أقبله كما هو باختلافه لأن هذا الاختلاف ليطفي هذه الجمالية على الحضارة الإنسانية أو كما يسميه أيضا فيلسوف فرنسي آخر وأوكيس كونت يتحدث عن فهم الغيرية الغيرية هنا ماذا تعني؟ تعني نكران الذات والتضحي من أجل الآخرين يجب أن أفكر في الآخرين يعني في الغير المختلف عني في اللغة في الدين والثقافة كما يجب علي أن أفكر حتى في الأجيال المقبلة في الأجيال المستقبل إذن هذه هي روح الحضارة الإنسانية روح الحضارة الإنسانية تفكير في الإنسان تفكير في هذا الآخر المختلف عني هو جزء مني وجزء من الحضارة الإنسانية يعني يجب أن نبحث عن ما يؤسس لعلاقات كونية بمعنى في الأخير يعني نبغي أن نتعامل مع الإنسان مهما اختلف عني يجب أن نتعامل معه كغاية في ذاته كما قال بذلك إمانويل كانت نتعامل مع الإنسان أن أحترمه وأقدره قد يختلف عني في العرق في اللغة في الدين إلى غير ذلك ولكن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى الصراع بل هذا الاختلاف هو الذي يؤسس لقيم إنسانية كونية تجعلنا نتعامل مع الإنسان كغاية في ذاته دائماً وارتباطاً يعني بالتنوع الثقافي فاللوحة الفنية السابقة وهذه اللوحة أيضاً هي لوحة جميلة ولكن جميلة لماذا؟ هذا الجمال الذي يبدو على اللوحة حينما نشاهدها ننظر إليها بالعقل وبالعين معاً جميلة باختلاف عناصرها وأشكالها وهذا الأمر ينطبق على الحضارة الإنسانية التي سأسس على الترابط الثقافي والتكامل والتعاون إذ رغم اختلافنا من حيث الدين واللغة والعقل وغير ذلك فإن هذا الاختلاف هو الذي يؤسس للقيام الكونية بين الأفراد ويؤسس للترابط الوطيد بين مختلف المجتمعات والثقافات وهذا ما يؤكده المفكر مايكل كاريتس فهذا الترابط بين الأفراد رغم اختلافهم من حيث الدين من حيث اللغة من حيث الجنس من حيث العرق هو الذي يؤسس لحضارة إنسانية بقيم كونية تأخذ بعين الاعتبار إنسانية الإنسان فقط أن نتعاون مع الإنسان كما قلنا كغاية في ذاته من هنا أهمية التنوع الثقافي هنا أهمية التنوع الثقافي يجعلنا نعيد تفكير في علاقاتنا الاجتماعية في علاقاتنا بين الأفراد في المجتمع المغربي مثلا يتسهم بالتنوع التنوع في اللغات في اللهجات التنوع المستوى الديني إلى غير ذلك ولكن هذا التنوع هو الذي جعلنا نفكر في تأسيس لقيام كونية توحدنا جميعا تؤسس لنا مجتمع منفتح مجتمع جعلتنا نؤسس أو نفكر في بناء مجتمع يقوم على واجبات كونية على أخلاق كونية تنظر الإنسان كغاية في ذاته أعزائي 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 تلميذ وتلميذات محبي الحكمة كما تعلمون عبر تاريخ الفكر الفلسفي وخصوصا في المرحلة المعاصرة نجدون جموعة من المفكرين والفلاسفة اهتموا بهذا الموضوع بهذا الإشكال إشكال متعلق بالتنوع الثقافي ومن بينهم مايكل كاريادس مايكل كاريادس مايكل كاريادس هو أستاذ ورئيس قسم الأنترابولوجيا بجامعة دورهايم بريطانيا اهتم بالدراسات الأنترابولوجيا وبدراسات شعوب الهند وسريلانكا وكذلك العقيدة البودية وساهم في دراسات الذكاء الإنساني ولهذا المفكر مجموعة من النصوص الفلسفية التي تناول هذه الإشكالية إشكالية تنوع الثقافي تناولها إقاضيات التنوع الثقافي لأن هذه الإشكالية هذه الإشكال متعلقة بالتنوع الثقافي وإشكال أساسي اهتمت به الفلسفة المعاصرة ومجموعة الفلسفة والمفكين بينهم المفكير مايكل كاريادس الذي سنحاول هنا استحضار نص فلسفي لهذا المفكر من أجل دراسته ومقاربته ومحاولة فهمه ما تلاحظون أعزائي عزيزتي التنميذات والتلاميذ فهذا النص الذي أمامنا هو نص للمفكر والفيلسوف مايكل كاريادس كاريادس نقرأ هذا النص إن الوجود إن الوجود الثقافي الإنساني هو وجود متنوع ومتعدد وهذا التعدد يطرح مجموعة من الإشكالات حول مدى قدرة المجتمعات الإنسانية للاستفادة إيجابيا من غناها وتنوعها الثقافي وذلك من خلال إيمانها بالاختلاف أي تقبل المغايرة وبالتالي الخروج من إطار علاقات الغرابة التي تؤسس لوجودنا الحضاري وتحقيق الترابط والتضايف ونبدأ كل أشكال التعصب وإيماتات وإيماتة الآخر سواء بشكل مادي أو بشكل معنوي وهو الشيء الذي يضعنا أمام الإشكالات التالية أولاً كيف تمكن الإنسان من الترابط مع بعضه البعض ثانياً هل التنوع والاختلاف الثقافي عائق أمام التعايش الإنساني؟ إذا ندعو من الإشكالات الأساسية التي سنحاول الإجابة عنها من خلال تحديد أطروحة هذا الناس أطروحة تصور مايكل كاريتز كما تعلمون أيضاً أعزائي كما قلنا سابقاً فالدرس الفلسفي هو درس إشكالي يتسأس على السؤال السؤال الفلسفي كما أن الدرس الفلسفي أيضاً أو النص الفلسفي تحديداً هنا ارتبطاً بالنص مايكل كاريتز النص الفلسفي هو نص مفهومي في مجموعة يتضمن مجموعة المفاهيم الأساسية والوقوف على المفاهيم الأساسية وتعريفها هي المدخل الأساسي لفهم البنية الفكري للنص والبنية الحجاجية للنص معناها هنا المفاهيمي المفتاح الأساسي لفهم النص بشكل منهجي ومعرفي البنية المفاهيمية لهذا النص يمكن اختصارها في المفاهيم التالية هنا ما معنى روح التضامن الجماعي مقصوداً بروح تضامن جماعي هي القدرة على أداء السلوك الاجتماعي المعقد وهي التي تميز الإنسان عن الحيوان إضافة إلى مفهوم آخر وهو بسمه بالحياة المشتركة مقصوداً بالحياة المشتركة حياة المشتركة هي أسلوب العيش المشترك بين الناس وما يصاحبه من علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية بمعنى عود إلى المفهوم الأول روح التضامن روح التضامن اجتماعي يمكننا أن يتوضيح هذا التعريف بشكل بسيط ما يميز الإنسان؟ قلنا هو روح التضامن مبني على أسس ثقافية قصدية يعني الإنسان يسعى بمحض إرادته لبناء التضامن يتأسيس لقيام التضامن مع الغير فالتضامن مثلاً نجد مثلاً في الحروب والأوبئة ممكن قد هو مثال من الواقع مثلاً هذا الوباء الذي يعيش العالم اليوم الذي يعرف العالم اليوم وباء كورونا فيروس جعلت الأفراد يتضامنون فيما بينهم بلتك تقديم الحاجيات الآخرين وتقديم المساعدة للأفراد إلى غير ذلك يمعنى أن ما يميز الإنسان داخل الثقافة يروح التضامن الجماعي وهذه قيمة وميزة تميز الإنسان عن الكائنات الأخرى أن هذا التضامن كما قلنا يتأس على قصدية فكرية على إرادة على إرادة الإنسان أما فيما يتعلق من فهم الثاني كتوضيح أيضاً الحياة المشتركة الحياة المشتركة بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أحياناً أن يعيش ويحيي بمعزن عن الغير وهذا ما يتضح من خلال التكامل في العلاقات الثقافية المعرفية والاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد فالمعرفة مثلاً نكتسب المعرفة من الآخرين من الأستاذ من التلميذ من الطالب كما ونقدمها للآخرين وهذا الأمر أيضاً ينطبق على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد وبين الجماعات وبين المجتمعات ككل لمعنى هذا ما يسمى بالحياة المشتركة وهذه الحياة المشتركة التي تؤسس ما يسمى بالحضارة الإنسانية إذن هدو هما المفاهيم الأساسية إنشئنا البنية المفاهيمية للنص تلخص في روح تضامن جماعي إضافة إلى الحياة المشتركة ومن خلال البنية المفاهيمية للنص يمكننا تحديد الأطروحة الأساسية للنص مايكل كاريدز الأطروحة الأساسية لهذا النص عزيزتي التلميذات والتلاميذ محبي الحكمة ارتباطاً بالنص مايكل كاريدز فهذا النص يتضمن أطروحة أطروحة فلسفية مفادها إذ يرى مايكل إذ يرى إذ يرى مايكل كاريدز أن البشر لا يستطيعون العيش بمفردهم وهو الشيء الذي فرض عليهم تأسيس العيش الجماعي المشترك مما سمح لهم بتأسيس ثقافات متنوعة بغية الحفاظ على تماسكهم الثقافي والحضاري وهو ما يدل على قدرة الإنسان على خلق آليات التعايش المشترك الذي يشكل أساساً الذي يشكل أساساً للترابط والالتحام بينه وبين الأغيار المحيطين به فهذه الأطروحة أعزائي عزيزتي تلميذات وتلميذ تؤكد ضمنياً على أهمية التعاون والتعايش والتكامل بين الأفراد لماذا؟ لأن التنوع والاختلاف الثقافي بين الأفراد هو الذي ساهم ويساهم بشكل كبير في الحفاظ على تماسكهم الثقافي والحضاري ويؤسس لحياة حضارية مشتركة وجماعية تقوم على روح التضامن وروح التسامح والتعايش المشترك أعزائي عزيزتي التلميذات والتلاميذ من خلال محور التنوع الثقافي ومن خلال تطرقنا لمجموعة من الأفكار والأمثلة وللمواقف الفلسفية كموقف إيرانس كاسرر تصور الفيلسوف إيرانس كاسرر ومايكل كاريدرس يمكن الخروج بخلاصة من هذا المحور خلاصة مفادها أن الانفتاح على الغير وتأسيس الثقافات المتعددة مكن الإنسان من التعايش والتلاحم ونسج علاقات اجتماعية إيجابية بالرغم من المغايرة والتنوع وهذا هو دور الفلسفة إذ بإمكانها أن تحقق وحدة الإنسانية داخل تعدد الأشكال والرموز الثقافية وذلك في بحثها عما هو مشترك من أجل لتأسيس لقيام إنسانية كونية كالتعايش والتسامح والاختلاف والغيرية والواجب الكوني وهذا هو السبيل الأساسي لبناء حضارة إنسانية كونية تستوعب كل أشكال الاختلاف والتنوع إذن أعزائي عزيزتي التلميذات والتلميذ محبي الحكمة أتمنى لكم ولكم حظا موفقا بالتوفيق لجميع ترجمة نانسي قنقر